دا يا جماعة مشهد حواري عادي في فيلم صاحب المقام وعشان تسمعوا كويس هتلاقوا نفسكم مضطرين تفضلوا تعلوا الصوت تعلوا أكتر تعلوا كمان على طول أقصى حاجة ممكنة البسوا بقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في مراجعة جديدة من فيلم جامد والفيلم اللي حنتكلم عنه النهاردة هو صاحب المقام والمراجعة دي بنقدمها لحضراتكم برعاية حلواني النص التاني فيلم صاحب المقام متاح للمشاهدة عبر شاهد في اي بي وعلى قد ما نفاهم دا أول إنتاج كبير في تاريخ السينما المصرية بيتم عرضه أولا عبر أحد منصات الستريمين وأحدثنا بتركز على شخصية يحيا الرمالي رجل الأعمال الشاب الناجح الثريء اللي عايش في العالم بتاعه مركز جدا في شغله ومهمل في علاقاته مع كل اللي حواليه وفي مقدمتهم مرات ورندا وابنه يسين في واحد من مشاريعه يحيا بيتأمر من أجل هدم مقام لأحد الأولياء وده من أجل إفساح المكان لكمباوند جديد بيبنيه وبمجرد ما بيتم الهدم حياته بتاخد منحنة سيئة على عدد من المستويات لحد ما بنوصل للمستوى الشخصي والعائلي بأن مراته بتصاب بنزيف في المخ وبتدخل في غيبوبة وسراع من أجل الحياة وفي النقطة دي هو بيتأكد أنه بيتعرض لشكل من أشكال العقاب الإلهي وبيبدأ في رحلة للتواصل مع الفقراء والمساكين من خلال الأضرحة والمقامات اللي هم بيلجأوا لها وبيستخدم ثروته وقوته واتصالاته عشان يحل أكبر عدد من مشاكلهم على أمل إن ده يرفع اللعنة ويرجع حياته لشكلها الطبيعي فيا ترى إيه اللي حيحصل صاحب المقام بيتبع نمط متكرر سبق وشفناه في عدد من الأفلام الشخص القوي اللي عايش في عالمه الخاص اللي بيتعرض لاختبار صعب بيرجعه للطريق الصحيح شفنا ده في أفلام أمريكاني زي كليك وده فاميلي مان وشوية جيري ماجواير وشفناه في فيلمين لأحمد حلمي اللي هم ألف مبروك وكان جيد جدا وعلى جثتي وما كانش موافق على الإطلاق بس عموما على حد ذاكرتي ده من الأشكال الغير مستهلكة في السينما المصرية وعموما يعني الأفلام اللي زي دي بتبقى أفلام خفيفة برسالة واضحة وده بالضبط هو الوضع في فيلم صاحب المقام بيقدم ترفيه وبيقدم درس في الحياة وصالح جدا للاستمتاع بدون توقع قدر كبير من التعائدات وده لأن الموضوع كله على بعضه ما فيهوش مساحة كبيرة للتعمق انت كمشاهد مجرد لما تعدي السطحة هتغرز في الرسالة على طول أضعف أركان فيلم صاحب المقام ممكن تكون الدراما احنا عندنا قصتنا الرئيسية اللي بتقودنا لعدد كبير من القصص الفرعية والقصص الفرعية دي بتتباين في منها الكويس وفي منها الأقل جودة بس في حالة ضعفة عامة فيهم كلهم سواء على مستوى البناء أو على مستوى المنطق قصتنا الرئيسية ممكن تكون الأكثر تماسكا ولكن بشكل عام بردة جدا العواطف بردة وردود الأفعال بردة مابنشوفش من يحيا حاجات كتير تعبر عن التجربة اللي هو بيمر بيها وبالتحديد الظواهر قال غير طبيعية فيها بس اللي ممكن أقدروه هو إن التحول بتاع يحيا جي بشكل تدريجي وإن نمر بمراحل كتير ودروس كتير لغاية لما قدر فعلا يتغير ممكن نقعد وقت طويل قوي نتكلم في المميزات والعيوب سواء على المستوى الدرامي أو الفني ولكن في فيلم زي ده ده مش مهم قوي المهم فعلا هو إننا من بعد ما عدينا الصفح مرينا بقد إيه على مستوى المتعة والترفيه لغاية ما غرسنا في الرسالة الحقيقة مرينا بكتير والفيلم استخدم أدوات كتير برضو عشان يضمن ده منها التنويع الكبير في الأجواء في القصص الفراعية عندنا كوميديا وعندنا تراجيديا وعندنا أكشن وعندنا إثارة وعندنا لحظات بتسعد القلوب وعندنا لحظات بتحطم القلوب وترسانة عريضة من ضيوف الشرف وأنا عمري ما كنت من المعجبين بالاستخدام الكثيف لضيوف الشرف والحالة دي مش استثناء بس قادر أتفهم إن الفيلم زي ده وفي تجارب زي دي لو ما كانوش الممثلين دول ليهم بعض الأهمية كان الموضوع بأوائع قوي خصوصا وإن في كتير منهم أضاف ثقل للمشاهد اللي كان فيها من خلال قدراته تمثيلية وأخص بالذكرى محمود عبد المغني وإبراهيم نصر والله يا جماعة محمود عبد المغني ده ممثل محترم جدا ما تبقوا تدولوا أدوار كبيرة شوية يعني أعتقد إنه من المنصف جدا إننا نتفق إنه فعلا أفضل من أغلبية الممثلين اللي شغالين دلوقتي وده على فكرة كان الوضع تماما مع الراحل إبراهيم نصر فياريت ما نعملش الغلطة تاني ونبص دلوقتي على الممثلين اللي بنجيبهم كضيوف شرف لأن كلمة شرف دي يتعني إنهم مهمين فياريت نعملهم على هذا المستوى من الأهمية على مستوى الأدوار الرئيسية بقى فاحتى عندنا تقريبا بس آسر ياسين وطبعا آسر ياسين ممثل جيد جدا وجاذبية حضوره بتزداد مع ازدياد أدواره وفي الفيلم ده بيقدم أداء جيد جدا وخصوصا في التحولات ما بين الأجواء الخفيفة والأجواء الجادة عندنا أداء مساند جيد جدا من بيومي فؤاد وعندنا أداء مساند مثير جدا للاهتمام من يسرة كان كويس جدا على مستوى التكسيد ولو إنه ما كانش في أفضل صوره على مستوى تصميم الشخصية وده لأن الشخصية داخل إطار الفيلم مكررة جدا وعملة زي ما تكون بتقرأ من دليل عندنا في الفيلم تسلسلات جميلة جدا بيتناغم فيها الأداء التمثيلي مع الاختيارات الخلابة لأماكن التصوير ومعاهم الموسيقى اللي حقيقي جميلة جدا وحقيقي لها شخصية متفردة ولكنها برضو كانت عالية قوي أنا طول الفيلم عمال أوطي لما الموسيقى تبقى شغالة وعالي لما يبقى في حوار أتمنى حقيقي إننا نبتدي نتخطى فكرة التأثير العاطفي للمزيكة اللي بتسرخ في أفلامنا التأثير العاطفي عمره ما بيتفرد بعليه وصوت الموسيقى يا جماعة ده اسمه إزعاج في كل الحالات فيلم صاحب المقام هو فيلم عائلي لطيف خفيف يدعو للسعادة والحقيقة إحنا محتاجين من ده كتير ليه رسالة إيجابية واضحة وأتمنى إننا ما نخلطش ما بين الرسالة وما بين الوسيط في الأحداث الرسالة ضد الأنانية وضد الطمع وبتشجع للاهتمام أكتر بالعائلة والمجتمع والوسيط هو الروحانيات الجميلة المتأصلة في نسيج المجتمعات المصرية البسيطة واللي الفيلم بيستخدمها ككبري ما بين الأغنياء والفقراء أتمنى إننا في نقاشاتنا عن الفيلم ما نخلطش الأمور ببعضها لإني ما أظنش إن الجانب الأهم في الفيلم هو موقفه من السلفيين أو إن الفيلم يكون بيشجع على التبارك بالمقامات والأضرحة وإنه يتخذها كوسيط في العلاقة ما بين البني آدم وما بين ربنا والفيلم طبعا في بعض أوقاته بيثير الجدل في المواضيع دي بس هو في 90% من رساله المباشرة بيدعو الحاجات حلوة حاجات جميلة ممكن نستمتع بيها ونتعلم منها حتى وإحنا معترفين إنه في عدد كبير من العيوب الفيلم في أوقات كتير كان ممل وفي أوقات كتير كان مكرر والحوار فيه مش في أفضل حالاته وكذلك الدراما ولكنه يظل فيلم لطيف وأنا شخصيا استمتعت بيه في أوقات كتير تقييمي لفيلم صاحب المقام هو 7 من 10 وأنا منتظر عشان أشوف تأثير التجربة دي على وضع العروض السينمائية في العالم العربي في الفترة القادمة وفي مناقشة الحلقة عاوز أعرف موقفكم من مشاهدة الفيلم ده هل أثار اهتمامكم للاشتراك في منصة شاهد؟ ولا كده كده أنت كنتوا عارفين من الأول حتتفرجوا عليه إزاي؟ ولا الموضوع ما أثرش اهتمامكم على الإطلاق؟ ياريت تساهموا برأيكم في الكومنس ألف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا وشاروا ولايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجلكم الحلقات أول باول تابعوني على فيسبوك تويتر ونيمو بوديو وبي باي